شهداء اليوم نقوم بتكريم شهدين من شهداء الجامعة الشهيد الأول هو طالب في كلية الطب بالدراسات العليا وهو يذهب إلى مشفى البروني تم قنصه من قبل المجموعات الإرهابية وهو ذاهب للقيام بعمل وطني من أجل معالجة المرضى في مشفى البروني وتعلمون ما معنى مشفى البروني مشفى للأمراض السرطانية لذلك آثر على نفسي الذهاب إلى منطقة حرستها وتم قنصه من قبل المجموعات الإرهابية أما الشهيد الأخر وهو طالب في كلية الحقوق فقد استشهد أيضا وهو كان ضمن القوات الرديفة للجيش العربي السوري في منطقة في مطار الطبقة استشهد مع زملائه وهو يدافع عن هذا الوطن كل الرحمة لشهداء الوطن الشفاء العاجل للجرحة الآن نحن بطور إصدار كتاب شامل وواسع عشما لكل شهداء الجامعة الدمشق لكل شهيد صفحة كاملة تحتوي على صوره ومعلومات خاصة عنه نتمازج مع أهله أو مع محبيه في وضع هذه المعلومات الكتاب في طور الصدور إن شاء الله شهر أو اثنان قد يكون صدر بأبهى حلة وهذا قريب سيوزع على كل مرافق جامعة الدمشق وعلى كل الأمكنة باستمار أتمنى الله نطر إلى تحديث هذا الكتاب الشهداء دائما في بالنا الشهيد كان سنة ثالثة جامعة حقوق وأصر أنه يروح يلتحق بالخدمة العسكرية وأنا ما قدم له مصدقة قالوا أنا ما قدم لك مصدقة دروسه وكمير وبعدين بتروح ضابط قال لا إلا بدروه أصر إلا أروه وراح بعدين التحق بالجيش بالفرقة 17 بالرقة واستبسل هناك هو وزملائه الحمد لله قدموا تضحيات فخمي ونحن لو لا تضحيات هالشباب اللي راحوا ما كنا موجودين إلى الأرض يعني أخي كان يعني بصراحة مثال يعني لكل شي حضاري وكل شي راقي سواء علميا أو فكريا كان متميز يعني متميز دراسيا متميز كل ما بالكلمة معنا يعني أغير حمود شكرا ترجمة نانسي قنقر